أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها تمكنت أمس من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة عدد من الأشخاص يحاولون الاقتراب من الأراضي الأردنية مما أدى إلى تراجعهم تجاه العمق السوري وأشار المصدر إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مسدس وعدد من الأكياس تحوي على مليون ومائة وسبعة وتسعين ألف حبة من نوع كيرتاجون تم تحويلها إلى الجهات المختصة